توكلنا على الله مساءكم سعيد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا إذن باش مغل نطولش عليكم رغم كين هناك بروغرام شهر شيء ولكن نحن متفرغون للقضية دينا لأزيد من ثلاث سنوات وتسعة شهور حتى يعني ننصف نحن الأوائل نحن الأوائل ولن يسبقنا أي أهد وإلا حالي شرعار فينا الريب الخيمة في روزكم ولن ينفعكم الندم سنعر لكم على الهم إذن إخواني أخوتي سنحاول باش هذا الفيديو يكون نقي لأنكم الأهم فيه هو كين أشياء مهمة خاصكم تعرفوها وخاصكم فارتجوا على نطاق واسع باش تقطعوا الطريق على لم أبغينش هذه الأشياء توصل لم أبغينش الحقيقة توصل اللي بغين دائما التضليل فالتضليل حتى يكملوا بكم السنة وأنا ذاك يدي فيزو ذاك شليكين اللي عجبوا الحال اللي عجبوا واللي ما عجبوش بمو حيط قدام ولا يخبط راسو الحال إذن إحنا كما قلنا لكم كانوا تتحجوا بالحركة الانتقالية الإعلان عنها إلى آخره عدم الالتزام ب صريح اللي قيلتو الإدارة كمؤسسة ما تتلتزمش ب وما تتفيش ب يعني بالالتزامات ديالها كعادتها مش يغريب عليها راه يعني خارط الطريق وبرمجة زمنية إلى آخره وقال لك النظام الأساسي غيرتنزل آخر يليوز وما وفاش به لا يوفون بأي نم مهما يعني يجي اللي بغي خصوصا وزارة التربية الوطن يرى معروف سلوفة رحمة الله عليها قال صراحة من جيت لهذا الوزارة بالدات جيت غدتش لي بالتحراميات طرقية ديالكم انتوما لزانسين كومباتون اتقادتو بالتاسع دا حايا النظامين اللي فري لزانسين كومباتون اللي فري ملتون دوالكم صحاب الإجازة المصنفين في التاسع الآن اللي هما اللي تغيروا في الإطارات وتي نمشون المتصرفين ومفتشين وجر هلو مجرع دائما في أي نظام الأساسي هم الهرى في الكبار الآن غد نوضح لبعض الإخوان اللي تم التسطر عليه اللي من تخرج لنا يونس السكوري وتي بدأ يتبوز علينا ويقول لك بأنه را النقابات عندها هاد هاد النقابات اللي كينا الآن عندها قوة اقتراحية وأنها ويتني عليها ويغازل ويقول لك بأنها باش رفع الحيف واختاز لنا الحيف يقال لك اللي محاصر لنا في الحضاعش وغيدوز وفتحنا لهم الدرجة الممتازة في حين أن الدرجة الممتازة لها قوانين ديالها لها الشروط ديالها مضبوطة بالقانون وبالشروط ديالها وبالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وهو للمسار المياني دياله محدود في طرقية أو طرقيتين هاد اللي انتقلت عندهم الحيف هاد هما الهراف اللي هرف في 2003 كي يلم رق ثلاثات لمرات أشبغي زيد الرابع في حين أن المعنيين اللي كونسيرني اللي كونسيرني اللي هما كانوا ديال الإعداد اللي مرقين فقط ها الجيوش المرات تتوفرهم الشرط هادو كرات قيعدوا وقسيتوهم لأن النقابات مع الحكومة مع الوزارة طافقوا بيناتهم وداروا الكونبيل بيناتهم وقال لك فقط ستكون هناك مقتديات فقط مقتديات انتقالية تعالج الملفات داخل النظام الأساسي يعني للمزاولين ويسر المفعول ديالها من تاريخ يعني التفعيل ودار ديفي هو واحد تسعود الفين وثلاثة وعشرين وهذا الشي اللي كنا صرحنا به كل شي ذاك شي اللي كنا تنقول هو اللي كان يعني احنا راه فاجين معاملنا موسى و متنجبدو اليوم ذاك شي من قاع الخابية القاع الخز يا الخابية عارفين اش والآن تعصلوا بينا بعض الدكاترة متدمرين من هاد الاقساء هذا اللي قلس قل لك احيدنا الحيف في حين ان ابن موسى منيجا وقال لك حصرنا النواقص والعيوب والخرقات والحربيات والتشعليب الى اخيره ديال النظام الاساسي الالفين وثلاثة وبأننا راه يعني غد انعالج الظلم والجور والحيف والتجاوزات والخرقات ديال عشرين سنة يعني من الفين وثلاثة ويعني بالذكر والحصر ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة مية واثناش اللي تقعدوا من الفين وثلاثة الفين وربعة وثلاثة اللي هما الاساس ديال جميع المظلوميات والمخروقات والتجاليب والتحراميات لباقي المدزناج حتى الان في حين الفين وثلاثة احش يدخلوا الفوجين الفين وثلاثة الفين وثلاثة لغير معني لأنه ما ستتشرب مصروق منهم تحجة وتعطوهم مية وخمسة عشر المادة مية وخمسة عشر ها التجاوزات لهذه التجاوزات غد نوضح للإخوان وغد نوقف إلى جانب الإخوان المستضعفين المقصيين من الضكاطرة لقصوهم لأن النقابات شو رحتف ترقيات ترقيات برسم إي سنة يخلو لك ذيك الطعون اشتي يخلو الطعون طعون باش يخدمو تاني اذا لخصهم هما يخلو يخلو يقسو ويخلو ضحايا باش يخدمو ولا بغيتي هما يهبطو الريدو يحلو كولسي ويهبطو الريدو يمشي يتشمشو وما يخدموش دائما هما فيخلو ضحايا تيقسو تيستتنو باش يبقاو تاني يتشكلو تنسيقيات خراه ويبقاو غادي نخدامين باش تبقى الماشين ضايرة الماشين تبقى ضايرة الماشين تبقى ضايرة قلنا لكم احنا رأى مدام كينين نفس الوجوه اللي هي اللي بنات النظام الاساسي ديها 2003 مع نفس النقابة لداتا مع التوأمة منذ 2003 فدائما غادي بقى الحيف والجور والهم لك حل لخارجينا ينسي سكورتي يقول لك الحيف اختاز لولينا في جوجة الهم لك حل عنور لك الحيف اللي غادي تسبب في حين انه تنقابات خارجين ويبررون تأخير ديال الاعلان على مثلا الحركة الانتقالية بدلا ما تخرج الوزارة بنفسها هي اللي تبرر وولاو ديرين محاميين عليهم والمسؤولين عقابين هم اللي تخرجوا يبرروا ويخرجوش ايشاعات عبرها غير رسمية يعني ما كيش بلاغة رسمية يعني غير رسمية ويدوروها للحركة اللي قال لك الان غدا تخرج الاسبوع المقبل يعني في حدود الاسبوع المقبل هذه مسألة اخرى ده بنهادروا عليه الان اللي غاديهم من هنا وهم دكاترة القطاع المقصيين نظرا للشروط المعلن عليها اللي سربوها الشروط المعلن عليها المجعيفة لكم من سيناريو احبطناه قمنا بالاحباط دياله لان السيناريو الاول كانت دائما هما يركزوا على الاقدامياء في الشهادة والاقدامياء العامة القدام ديالهم لان هادوك هما الحيلين الميلين الفونداتور ديال هادوك ديال هادوك التنسيقيات وهادوك الهيئات والجمعيات الى اخيره لانهم في عندهم ها هيئات وجمعيات خليت النسيقية ديالعاشر والهم لك حالة نعذره الهم من بعد وكل شي متواطع يا صاحب كل شي متواطع حتى الزنزان العاشرة راضيين بالمقتدرات الانتقالية ويقصوا ما قبل وما باغينش قال لك الاطار الرجعي ما كانش الاطار الرجعي يعني غير هادوك الشي اللي غاديكون علاش لانهم هم الاوائل هادوك الاوائل اللي شيفين الروس وملكين بالتنسيقيات قاوادوهم وقالوا لهم بانكم راقدوزو وصافي روجو لنا هادو الخبيرة ما كان لاطار رجعي لمالي ولا اداري لا بالنسبة زنزان العاشرة لا بالنسبة الخارج السلم لا يديك لي خليك اذا لابغيت تفهموا دائما كملوا الفيديو الى الاخر لانني من التنجي 3700 ولا شناية دي الفيديوات ولا 600 وشي حاجة لا اهيئ شيئا تنجي تنبذن اذا حاجة تجيبك الحاجة وتنبقوا غديد ولكن الفكرة الاساسية هي دي الدكاترة هنا دكاترة وعدنا تغيير الاطار غدا نهضروا عليه ثم نفاصيل باش منطولوش باش منطولوش في الفيديو واندير لكم تاني تغيير الاطار اللي كينين دوبل ناسيوناليتي كان اللي عندو الحق في دوبل ناسيوناليتي فهو حير من داك بحال يعني تغيير الاطار برغباتين منهو وخاصو يشوف اش غدي غير الاطار لان هاد احداث استاذ باحيت راه هو اللي يربج الامور ولخبط المسائل كلها وكاني اللي بحيرا من امرهم ومن الامس ولاقول من اول امس والاخوان تتاصلوا بيدا قاطرة اللي تنحطار مهم في حين كانين شي قيوش اللي كانوا ماتي ناكري الجميل رغم ان كانوا تستاشرونه وتنقولوا ليهم ولكن من تقول كلمة الحق تزعجوهم اذا احبطنا المحاولة الاولى ديال الاقدمية في الشهادة والاقدمية العامة خرجناهم من الباب واجعلنا من نافذة وجاو قلوليك تاني الدرجة الممتازة للتعليم التانوي التأهيلي المفتشين المقتصرين الاخير اسمحوا لي انا قصد داتا الهام لك حل تتخرج روكا لا شي ايش كالي سمحوا لي نا لا اقصد باشي ان ابدا بعدها باش نفهم غيرتي يخرج لك شي مزي هو البهارة ديال العيب وايضا من يجاول المتصرفين قال لك فقط درجة الاولى ما قدرش يقولوا الدرجة الممتازة لانهم ديولهم وشكهم كلهم تيركزوا على الادارة الطربوية وتصور حتى المتدربين اللي باقين دربين يعني راتهم استقطبوهم وغالسين خدامين بيهم وباغين ما عاش يقول لهم داك الالتزام لداروا يحيي دو وما عاش باغين تحلموا عليهم لهريف ما غاد يبقاش كين القانون كين الحق الحقوق بالعدالة والواجبات بالامنة مش الناس يديروا الواجبات بالامنة والحقوق ما تديروهاش تما بالعدالة وجد جودة تقول لنا احنا ندقوا في المراسيم باش ما نخلفوش ضحايا هذا الضحايا اللي قد يتخلفوا الآن بكاترة في حين أن إحداث إطار دي الأستاذ بحيد فهذا الإطار هو محدد يخص الجميع ليس حكرا عن أي 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 كان الشرط الوحيد هو الشهادة الشهادة الدكتورة شهادة الدكتورة إذن ما تجيبوش انتوما معالو موفيك جيستيونا يغلي دارتم معاو بتوأما والممثل النائب المقيم الدائم ديال هذوك النقابات للآن راه الله تاني عندو أبناء العاشرة اللي مزوقين اللي مصبغين بنفس الحزب بنفس الحزب راه الله عندو تما يغلي يصوله ويجوله وغلي يعاود تاني الكرة يغلي يقول له تاني يديرو نفس الشي اللي كانوا تيديرو اللي دارو في المشكل ديال ضحايا النظامين من كان أبو صابونا وأبناء العاشرة ذاك اللي كانتوا تعين في عشرين ماي الفين وخمسة عشر هادا تعين هادا العام تاني غدي ديرو غي بدو يزعرطو تاوما وبدو يديرو غلي بغوا هادا الخطرة غي خرج البلان في إطار أستاذ باحث وبغوا يدوزو ديولهم بالشرط اللي باغين هوما إذن من حيّدنا لهم أصحاب الإجازة الشرطين الآن اللي هما كينين حتى الآن هو خص الدرجة الأولى والدرجة الممتازة إذن واش مين يغديرو هاد الشرطين ديالدرجة الممتازة والدرجة الأولى فقط واش هادا ماشي حيف ما غي خليش ما غدي يخليش دا حايا ما غدي قسيس ماشي غي يستثنيش وكينين دا كاترة اللي هما مرسامين في الوزارة ما تنهدروش احنا على المتعاقدين من 2016 وما بعد هادوكرا حييتوهم كاملين هادوك حلا ما قينينش هادوكرا يعني الظلم ديالهم مركب ومضاعف فردتو عليهم تعاقد تلوحهم دكتور تلوحهم في الجبال وفي الهم الحال وفي الثيافي وتعطوهم المستويات المتدنية وخدام ويبدلوا جعدا وتي يخدم ويضحي ومن الجيد تفتح لي واحد الباب ديال امال ديال اطار استدباحي تحتكره لكم تومة تقول لي الدرجة الممتازة والدرجة الاولى اهل اللي دخلتو الدرجة الاولى وفي مشاة الدرجة التانية ما دنبو هادوكرا اللي الدولة اعطاتهم عيناتهم بالدرجة التانية او دمجتهم بالدرجة التانية في حين ان القانون ووفق النظام الاساسي ديال الوظيفة العمومية فالدكتورة يعادل الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الماستر يعادل الدرجة الممتازة حامل الشهادات الوقت اللي كان هذا المطلب وهو اعادة الترتيب ديالهم وفق الشهادة من سنة الحصول على الشهادة كما داروا مني داروا الترخيص الاستثنائي في 2007 وما قبل مني داجوا بترخيص استثنائي اذا هادو الدكاترة المرسامين مع الدولة مع وزارة التربية الوطنية وداخل نظام الاساسي والبوس بيجيط عندهم يعني محدد في الوزارة في الإدارة في الوظيفة العمومية ويتموا الإقساء ديالهم بغين تقسوهم علاش لأنه عندهم الدرجة التانية فالدرجة التانية رأى رأى الفلوس اللي ما عندهم بشو مرة حرموهم حرموهم من الماديا وحرموهم إداريا ويتحدث إطار وتاني تبغوا تهرفوا عليه بشروط تديروها بناتكم تجو وتجمعوا وتديروا لنا اللي بغيت أنتو علاش نقلنا لكم رأى مقتدية انتقالية ذيك شاء لجية هاللجنة اللي كاينة الآن رأى غالجنة دي النظام الأساسي لا تهوش ولا تنوش هذي النظام الأساسي رأكملوه العام اللي فات والعام اللي فات رأى كانوا داخلين في هذ لجنة دي النظام الأساسي رأى العام اللي فات من تسعود مارس الخمسة وعشر يوليوز والمبادئ هذه الأساسي يكملوها تفاهموا عليكم وخلوكم الصحة والتعليم الآلي وقطاع التربية الوطنية كل شي كان غد الميل فتح الكاملة وتبدأ تفعيل من فاتح يناير الفين متى عشرين الصحة والتعليم الآلي غيزوا لهم لأن النقابات ديالهم واقفة مع الشغيلة ديالها وقطاع التربية الوطنية حيث هم عندهم المصالح عندهم المصالح متى هم مش لآخرين تيخذوا غاردهم اكشتوهم ادارة الطربوية المتصرفين غيروا لهم داروا لهم مرسوم بمرسوم خارج النظام الاساسي بمرسوم وبقاطة الرجعي من الفين وستعش باش يقيدوا باش يتقيدوا في الطرقية بالاختيار في الفين وواحد وعشرين هاد الشي رافت الحد ديالو جي تقول لي انترا غد نحيدوا الحيف ونحيدوا غد حيدوا لهم لك هل اش من الحيف غد تحيد جي تبقى تبقى تقادلين تم في البرلمان حين ما عارفهم ما عارفين والو ما عارفين كش عليش تتقدر واذا كان والتي متل لنزل نغبي باراشيت داخل داخل لجان تونائية ما يعرف ليه الشو ولين الشو غد جي انترا تتعرف اش كين تتعرف الحيف من الحيف حيفر الفئات اللي طال هالحيف ربق قام كين لتقاعدوا رازم الماء ولكن نحن من سيكون لنا الاولوي والاسباقية لتقاعدوا بالتاسع ولم يستفيدوا من من المرسوم جول ساعتاش خمسمية وربع ديال الفين وتساعتاش ضحايا الزنزان التاسع ضحايا الماد 122 تقاعدوا ما فين 3200 وربع 2005 الى غاية 2019 لتقاعدوا بتساعة دوما الاوائل لقيتوا السيباق واللي تغادرين فهل اللي بغاو هل اللي بغيتوا لقيتوا سيبا لقيتوا السيباق قوش الدين لا ادارة لا داك عاد فهمتوا بناتكم برك لان السكوري كما قلت لكم السكوري لاش ناشط مع راساته يثني لان ورا صافي را قادوا لي را كل شي وافق وافقوا لي على تعديل مدونة الشغل والباترونة هانية ورئيس الحكومة هانية وكش تمتوا واحد ميو يحركوا ساكين قتل نفس شعارات فينا يكون ما يقدروا يحركوا ساكين وعارفين هم إذا را عارف هم عندهم شلي تمتيلية لا قوة اقتراحية فتتقول لي بش حال توم رات توم غج قيوة 4% اش من قوة اقتراحية عندها اش من قوة اقتراحية عندها ولا شي تقول لك احنا لن نخلف اذا الدكاطر الذين المرتبون في السلم العاشر يعني الدرجة التانية هادو تمار خاصهم يستفدوا وخاي يكون عنده الدرجة يعني تكون عنده تلت درجة غير مش من حق باش تقسوه وبس تحدو كالعادة على هادو الدرجة الجديدة هادو درجة محداتة هادو جاءت بها الضرفية جاءت بها الدرفية للإصلاح لمنظومة التعليمية جاءت بها القانون الإطار 51-17 جاءت بها الرؤية الستراتيجية 2015-2020-2030 ما هي اللي ديلة بن موسى ولا ديلة كوريت ولا ديلة زوريت إذن الشرط الواحد هو الدكتورة أي واحد هدو الدكتورة خاصه يستافد سواء يكون عنده توظيف جهوي أو توظيف مركزي يكون عنده العاشر ولا يكون عنده السادس كل شيء خاصه يستافد الناس رات تصلوا بنا دكتورة متضمارين إذن كيفاش ما بغين تصلحوا وبغين وبغين تديروا الحيف تسبو الحيف وتسبو المشاكل وبقوا الناس متضمارين هل هو أساتي ده دكتورة ميني غادي حسوا بالحيف باقي غا يقلسوا معكم ورا غا يبقوا يمشوا غا يمشوا تعمل التعليم العالي وغا يبقوا ديرين رغم أنها المشكلة هي في في هذه الالتقاء في المقابلات وفي الاختبارات اللي تتكون هذا هو المشكل اللي كين ما كينش عندنا تساوي تساوي وتكافؤ الفرص كين غباك صاحبي والهم لك حال والريع سياسي والحزبي والناقابي والهم لك حال كيفاش غادي ساهمه في الإصلاح دي اللي عنده الدرجة الممتازة حسن من هذا اللي عنده الدرجة العاشرة والدكتورة دي هل تكون عنده غد تكون فيش التخصص ما عارفوش لي هادو وقوة عنده خبرة وكفاءة باش يساهم في البحث العلمي والطرباوي والتكوين والتدريس والهم لكحل اللي غد يديرو إنسان نشط وفاعل جيبوا لنا واحد كير اللي بقى ليه عامين وغد يشتقعد باش غد يساهم بإصلاح دي للمنظوب التعليمية لكن اللي باقي قريبين يتقعدوا قريبين يتقعدوا باغي يغير غير إطار قامت يهمه ولا إصلاح ليدك ليخليك لا ما هام مش إصلاح باغي يغيفوز تقولك نفوزت أنا بتغير الإطار إلى أستاذ باحي صاغي هادك الشي اللي باغي نفس المساعد بحل الدرجة أستاذ التعليم العالي مساعد فماديا والناس اللي معنويا تدربوا وطيخ خدمو كل ملوح بسكن تقرد تحضيري في قرطة خنق وعنده الدكتورة شحل من سنة وعاطينه العاشر توم اللي اعطيته العاشر توم اللي اضلمته الدولة اللي ضلمته الحكومات المتعاقبة اللي اضلمته النقابات المتواطعة اللي اضلمته وتجو تاني تبقى الضلمه تاني ضلم مضاعف مركبه ومضاعف إذن نكتفي بهذا القدر أظنه أن المساج وصل إذن ما تنسوش إخواني أكينين شي واحدين تيبغو يديروا العصاء في الرويدة تيبدو يسينيالو راكون صيبانا هال المساء الخر يخرج لي هالهم لك حالماه إذن ما تنسوش بارتاجو على نطاق واسع حتى تعمل فائدة تكتروا من جيم إعجاب لايكات دوروا 120 إذن سمحوا لنا لنفعلنا أثناء ذاكرة لأننا عندنا معطيات اللي تيكون عنده المعطيات بزيف عارفين إشكين لك واللي تيخلينا تنفعل تيخلينا تنفعل لأننا عارفة إشكين التحرامي الشهلي وغضي ندوروا هاد هاد اللي تيطلع ترأسوا دوك التنسيقيات وصليين طمار غير يجروا شي نعقابي ويجروا يقول لي وش وش لي في ودنه وش وش لي في ودنه ويقول لي يا الله طلق لي على هادو طلق كل واحد ديه القروب ويقول لي اللي يهدر واللي قال شي رأي مخالف يزفزفو يقلوكو ما تيقام نوش لا بي حري التعبير ولا بي اختلاف الرأي ولي هو لهم حال داك الشي اللي يديرين اللي تيديروا لهم هما في النقابات هالمركز هو اللي تيتحكم والأمان العامين هما اللي تيتحكمو وراك ش تهم علاش هما رجعوا هاد الأمان العامين للأحزف علاش يكبر كي رأتيش تسبعات المنيودر سبعه يدير تب وقال ولي رجع كامو فلينا للعزب كامو فلينا بنينا لي جي شي امين خر يكون فيه النشاط أو يديرو فكش تلفنو توجهو الديمقراطي زفزفو فخلوه هاش تجي علاش لأنها تقول لي انتماءات ديالكنتية لأحزابي اللي حزبين راب في راسكم هذا انتماء الحزبين اللي عندهم هو علاش هما ما داروهمش والله آخر اللي كانت تقول لك أنا مناوئة هاي يوليت موالية من إقضاء الغارات ديالها في حين ذاك الخطرة اللي كانوا باشي الولاية دا مبغوش أعطوها التراخيس في التجديد المكاتب ويدوروا همارتي يشدوا المكاتب ويقولوا لبنادم آجوا سمعوا المستجدات وبنادم خبري خرزي الهم لك هل ما فاهموا والو احنا من هاد الباب من هذي القناة باش ننوروا باش نوضحوا ولكن حتى الأعداء اللي ما تيبغوا تيبينوا بأنهم داك في قرارة أنفسهم تعارفوا بأن هذا الشي اللي تنقولوه هو الحقيقة هو عينه الحقيقة ما تنتبعو ما تنتشر وتنضحو يوميا خمسين درهم يوميا لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر دا حينا بربعميات ربعالاف درهم شهريا لمدة ثلاث سنوات مياه وربعين ألف درهم ولن يتنين الشي باش نبقاو مصررين على حتى ناخدو الحقوق دينا بكشي باش مني تيخرجوش حاب الكيش شو البركات سارت تشوفوني تنفاعل شي شوي إذن خلوكم في أمن الله دمتم في أمن الله وإلى لقاء مقبل والدوارمي واشرين شكرا للمشاهدة